بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس العاشر الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا مع أركان الإسلام تقدم الكلام على الركن الأول والركن الثاني والركن الثالث وها نحن الآن مع الركن الرابع وهو الصيام الصيام رمضان فصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام وقد فرض على الأمة في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم واستمر صيام رمضان في الأمة ويستمر إلى يوم القيامة ما استمر الإسلام فصيام رمضان أمر حتم على هذه الأمة قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام وقف والصيام معناه الإمساك الصيام في اللغة معناه الإمساك الإمساك عن المشي يسمى صياما في اللغة الإمساك عن الكلام يسمى صياما في اللغة العربية كما أمر الله مريم أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صوما يعني عن الكلام وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كما قال الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هذا هو الصيام في الشرع الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائل المفطرات مع النية لا بد من النية وتكون النية من الليل لا بد أن ينوي من الليل قبل طلوع الفجر في الصوم الواجب كشهر رمضان صيام الكفارة صيام النذر صيام القضاء لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل ويجب الصيام على المسلم على كل مسلم أما الكافر فإنه لو صام فصيامه غير صحيح لأنه يشترط لصحة الأعمال الإسلام فالأعمال لا تصح من الكفار ما دام على كفرهم لقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد استدت به الريح في يوم عاصف قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء فالكافر لو صلى ولو صام ولو تصدق ولو حج واعتمر وفعل الأعمال لا تقبل منه ما دام كافرا سواء كان كافرا أصليا باقيا على الكفر لم يدخل في الإسلام أصلا أو كان مسلما وارتد فإذا ارتد المسلم لأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام والعياذ بالله فإنها لا تصح أعماله وتبطل أعماله بالردة قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأيضا لا بد أن يكون المسلم بالغا بالغا الحلم فإن كان صغيرا دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم لكن يصوم الصغير إذا كان يطيق الصيام من أجل أن يتدرب عليه ويكون نافلة في حقه وله فيه الأجر ولوليه الأجر أيضا إذا صومه لأن الصحابة كانوا يصومون غلمانهم ليدربوهم على العبادة وكانوا إذا طلبوا الأكل أو الشراب يلهونهم باللعب التي يعطونهم إياها يتلهون بها حتى ينتهي اليوم كما أن الصبي المميز يؤمر بالصلاة ليعتادها وتكون له نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع أو وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع كما أن الحج أيضا يصح من الصبي الحج والعمرة يصحان من الصبي ولو لم يميز ولو كان دون التمييز ويكونان له نافلة فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام ومن هنا نعرف أنه يجب على المسلمين أن يربوا أولادهم من الصغر أن يربوا أولادهم من الصغر على العبادات ليألفوها وينشأوا عليها ويعتادوها ولا يهملوهم حتى يكبروا وهم غير معتادين لها فربما ينفرون منها ويمتنعون منها لكنهم إذا ربوا عليها من الصغر ألفوها واعتادوها وأحبوها فإذا بلغوا فإنهم يسهل عليهم فعل العبادات ويكون ويكون السبب في هذا تربيتهم على الخير وأوليائهم الأجر في ذلك لأن هذا من التربية الإسلامية هكذا ينبغي للوالدين أن يربي أولادهم أولادهما على العبادات من الصغر وأن يجنبوهم المحرمات والمنهيات من الصغر وأن يؤدبوهم إذا فعلوا مخالفة ولو كانوا غير مكلفين يؤدبوهم بأدب خفيف حتى يعلموا أن هذا الشيء لا يجوز فيكبرون وهم ينفرون من المحرمات فلا ينبغي للمسلمين أن يهملوا أولادهم ويقول هؤلاء صغار هؤلاء ما وجب عليهم شيء بل إنه يتأكد في حقهم أن يربوهم على الخير وعلى الأخلاق الفاضل وعلى الصدق ويجنبوهم الكذب قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار إذا سمعوا الطفل يحلف ضربوه من أجل أن يعظم اليمين إذا سمعوا الطفل يشهد بشيء يضربونه من أجل أن لا يتهاون بالشهادة فينشى على تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى والشيء بالتربية والاعتياد والإهمال وترك الأولاد بدون تربية صحيحة سليمة منشئهم على على العدوان وعلى المعاصي وعلى كراهية الطاعات والعبادات فهذا أمر يجب التنبه له لأنه قد يتهاون به بعض الناس مع أولادهم ولابد أن يكون الشخص لابد أن يكون الشخص مسلما بالغا مكلفا يعني غير مجنون وغير معتوه فإن كان زائل العقلي إن كان ليس عنده عقل ولا تفكير هذا ليس عليه شيء غير مكلف فالمجنون الذي جنونه مطبق دايم أو الذي المعتوه وهو الذي زال عقله أو لم يوجد له عقل أصلا هذا ليس عليه تكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فالذي بلغ وليس عنده عقل هذا لا يجب عليه شيء من العبادات لأنه لا يتأتى منه النية والقصد والعبادة لا بد لا بد فيها من النية والقصد والمجنون لا يعرف النية ولا يعرف القصد فلا يأتصح منه العبادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا شفاه الله فإذا شفاه الله وزال جنونه أو عقل فإنه تجب عليه الواجبات بعد زوال المانع الذي كان عنده والمرض العقلي تخلف العقلي الذي كان عنده لأنه أصبح أهلا للعبادات ولا يقضي ما فات لا يقضي ما فات لأنه غير مكلف فلا يقضيه وإنما يعمل بالمستقبل بعد شفائه هذه شروط وجوب الصيام أولا الإسلام وثانيا البلوغ وثالثا العقل فمن دخل عليه شهر رمضان فإنه يصدق عليه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر يعني حضر حضر الشهر يجب عليه الصيام فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصمه إلا إذا كان له عذر شرعي المسافر والمريض من كان منكم مريضا من كان مريضا أو على سفر فلا يلزمه الصيام أداء لا يلزمه أداء في الشهر لأنه مريض ولا يستطيع الصيام أو مسافر والمسافر يشق عليه الصيام فالمريض لا يجتمع عليه مشقة المرض ومشقة الصيام المسافر لا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام الله جل وعلا خفف عن هذه الأمة وما جعل عليكم الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فالمريض الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه يفطر فإذا زال عذره في المستقبل فإنه يقضي ما أفطره قوله تعالى فعدة أي عليه أن يصوم عدة ما أفطر من رمضان وكذلك المسافر يفطر في أثناء سفره في أثناء سفره يفطر فإذا فإذا انتهى سفره فإنه يقضي ما افطره من رمضان قوله تعالى فعدة من أيام أخر إذن فلابد من صيام رمضان إما أداء لمن كان حاضرا صحيحا حاضرا يعني غير مسافر صحيحا يعني غير مريض هذا يجب عليه الصيام أداء في رمضان وأما من كان فيه مرض لا يستطيع الصيام أو مسافر فإنه يفطر ويقضي فيجب عليه الصيام قضاء ولا يجب عليه الصيام أداء ولو صام أجزأ صيامه لو صام المريض أجزأ صيامه ولو صام المسافر أثناء السفر صح صيامه أجزأ لكن الأفضل له والمستحب له أن يفطر أخذ بالرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فالصوم من المريض ومن المسافر أخذ بالعزيمة والإفطار للمريض والمسافر أخذ بالرخصة والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة هناك صنف ثالث هناك صنف ثالث لا يجب عليهم الصيام لا أداء ولا قضاء وهم أولا الكبير الهرم الكبير الهرم الذي معه عقله وتفكيره لكنه لا يستطيع الصيام أبدا لا أداء ولا قضاء ثانيا المريض المرض المزمن المزمن يعني الدايم الذي لا يرجى له شفاء ولا يستطيع الصيام فهذان الكبير الهرم والمريض المزمن يقدمان الفدية قدمان الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع بعض العلماء يقول بمقدار المد ربع الصاع بعض العلماء يقولون ربع الصاع وبعض العلماء يقول نصف الصاع وعلى كل حال الأخذ بالاحتياط أحسن أن يخرج نصف الصاع الصاع النبوي عن كل يوم وليس عليه الصيام لا أداء ولا قضاء بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والذين يطيقونه هم الكبير الهرم والمريض المزمن كما فسر فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيخرج عن كل يوم هذه الفدية طعام مسكين طعام مسكين واحد فقير له أن يجمع له أن يجمع عدد الأيام ويخرج عنها جميعا إما قبل الصيام وإما بعد الصيام وإما أثناء الشهر له أن يجمع عدد الأيام ويخرج عنها جميعا دفعة واحدة إما في أول الشهر وإما في آخر الشهر وإما بعد الشهر لا مانع من ذلك وله أن يدفعها لعدة فقراء يوزعها على عدة فقراء وله أن يدفعها إلى فقير واحد كل ذلك جائز قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فذية طعام مسكين إذن فيتبين لنا أن الناس على ثلاثة أقسام قسم يجب عليه الصيام أداء في رمضان وهو المقيم الصحيح المقيم الصحيح البالغ يجب عليه الصيام أداء في رمضان ولا يجوز له أن يفطر في رمضان لأن هذا ركن من أركان الإسلام كما أنه يصلي الصلوات الخمس فإنه لا بد أن يصوم رمضان لأنه ركن من أركان الإسلام القسم الثاني من لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء وهو الكبير الهرم والمريض المرض المزمن هذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء لأنه لا يستطيع وإنما تجب عليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم القسم الثالث من يجب عليه الصيام قضاء ولا يجب عليه أداء وهو المريض والمسافر المريض غير المزمن والمسافر هؤلاء لا يجب عليه الصيام أداء أثناء المرض وأثناء السفر وإنما يجب عليهم الصيام قضاء بعدة الأيام التي أفطروها هذه أقسام الناس في صيام رمضان وينبغي أن نعلم بداية أن نعلم بداية الشهر ونهاية الشهر بماذا يصوم المسلمون وبماذا يفطرون من رمضان يصومون برؤية الهلال إذا رأوا الهلال وليس المراد أنه لا بد أن يروا الهلال كلهم بل إذا رآه مسلم واحد لزم الناس الصيام برؤيته العمل برؤيته لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام مع أنه لم يره إلا واحد وهو بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأما وأما رؤية الهلال العيد هلال العيد فلا يكفي الواحد لا بد من رؤية رجلين عدلين لا يفطر الناس إلا إذا ثبتت الرؤية برؤية عدلين يشهدان بأنهم رأوا الهلال بأعينهم أو رأوه بواسطة الآلة المكبرة لا مانع من استخدام البصريات التي تكبر الشيء ويستخدمها الناس بالمناظير يسمونها المناظير استخدمونها ليروا البعيد ويروا الهلال لا مانع من استخدامها لأنها وسائل مباحة أو إذا لم يرى بالمراصد يرى بالعين المجردة هذا هو الأصل الأصل أنه يرى بالعين المجردة وإذا وجد أشياء تساعد على الرؤية كالمراصد والمناظير الدقيقة الدقيقة لا مانع من استخدامها لأنها من الأمور التي أباحها الله لنا جل وعلا ثم لابد أن نبين أن من كان غير أهل للصيام من كان غير أهل للصيام كالصغير مثلا إذا بلغ أو الكافر إذا أسلم الصغير إذا بلغ في أثناء الشهر فإنه يصوم الباقي بعد بلوغه وأما ما مضى قبل بلوغه من الشهر إنه لا يصوم لأنه حين ذاك غير مكلف فيصوم ما بقي بعد بلوغه وكذلك الكافر إذا أسلم في أثناء شهر رمضان فإنه يصوم ما تبقى من الشهر ولو يوم واحد بعد إسلامه ولا يقضي ما فات وقت كفره لأنه حين ذاك لا يصح منه الصيام وكذلك أصحاب الأعذار الذين أبيح لهم الإفطار بسبب أعذارهم كالمسافر إذا قدم إلى البلد فإنه يصوم بقية الشهر وأما ما فات وهو مفطر في سفره فإنه يقضيه فيصوم ما بقي من الشهر بعد نهاية سفره وأما ما أفطره في السفر فإنه يقضيه بعد بعد رمضان وكذلك الحايض المرأة الحايض والنفس إذا طهرت في أثناء الشهر فإنهما تصمان ما بقي أداء وإذا انتهى رمضان وإذا انتهى رمضان يقضيان يقضيان ما أفطرتاه حالة الحيض حالة النفاس وينبغي أن ننبه إلى أن المسافر إذا نوى إقامة في أثناء السفر في بلد أو في بر إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أنه يلزمه الصوم ويلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له القصر لأنه إن قطع السفر وانقطعت أحكامه بالإقامة التي تزيد على أربعة أيام فيصبح مثل المقيمين يلزمه إتمام الصلاة ويلزمه الصيام والقضاء من عليه قضى من رمضان فالوقت موسع ما بين الرمضانين لكن إذا بادر بالقضاء فهو أفضل من أجل إبراء ذمته والمبادرة بإبراء ذمته وله أن يؤخر إلى أن لا يبقى قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإذا لم يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فإنه يجب عليه حينئذ القضاء لأن لا يدخل عليه رمضان الجديد وفي ذمته صيام من رمضان الماضي لقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن القضاء وقته موسع ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه فيتعين عليه أن يصوم وأن يقضي ما عليه حتى لا يدركه رمضان الجديد وفي ذمته أيام من رمضان القديم إلا من كان معذورا لو استمر العذر معه لو استمر العذر الذي هو السفر مثلا أو المرض استمر معه إلى أن دخل عليه رمضان الجديد فهذا لا حرج عليه يصوم رمضان الجديد ثم يقضي ما عليه من رمضان الماضي بعد رمضان الذي قدم عليه وليس عليه إلا القضاء لأنه معذور في عدم قضائه بين الرمضانين أما لو أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الذي دخل عليه فإذا فرغ منه فإنه يقضي ما عليه من رمضان الماضي ويطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارة عن التأخير من غير عذر هذه أمور يجب التنبه لها لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام فيجب على المسلم أن يفقه ويعرف أحكامه حتى يؤديه على الوجه المشروع وهذا الصيام نعمة من الله عز وجل على العباد نعمة دينية ونعمة بدنية أما النعمة الدينية فالصيام عبادة عظيمة يحصل للمسلم بها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا حديث عظيم فيه بشرى للصائمين يدل على فضيلة الصيام وأن الله جل وعلا جعل جزاءه غير محدد بأضعاف لأن الصيام من الصبر لأن الصائم صبر صبر على ألم الجوع وعلى ألم العطش وعلى مفارقة زوجته وشهوته مدة الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى صبر فأجره غير محدد بالأضعاف أكثر من سبعمائة ضعف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهنا يقول جل وعلا الصوم لي وأنا أجزيبه يعني لا يعلم جزاءه لا يعلم مقدار جزائه إلا الله سبحانه وتعالى فلا ينحصر تضعيفه بعدد كما أن الصابر المحتسب على طاعة الله جل وعلا والصابر عما حرم الله عليه هذا يوفيه الله أجره يوم القيامة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا وسائر أعمالنا متقبلة لديه ونسأله سبحانه أن يعفو عن تقصيرنا وأن يعفو عن زللنا وأن يوفقنا وإياكم للتوبة والاستغفار وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار وأن يجعلنا ممن صاموا الشهر واستكملوا الأجر وفازوا بجائزة الرب سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء يقول السائل في بلدنا يعني المغرب في بلدنا صاموا بعد المملكة السعودية بيوم ونحن جماعة صمنا مع السعودية فما الحكم وماذا نفعل الحكم أن تكونوا تبع البلد الذي أنتم فيه حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه فإذا كنتم الآن في السعودية فإنكم تصومون صيام السعودية تفطرون معهم تفطرون مع السعودية وإذا كان نقص يوم فإنكم تقضونه بعد العيد تقضونه لأنهم تأخروا أنت تقول أنهم تأخروا عن السعودية بيوم فإذا أفطرتم مع السعودية يلزمكم الإفطار ولا تصوم يوم العيد وأنتم في السعودية يلزمكم الإفطار مع السعودية إذا جاء العيد وأنتم هنا تفطرون مع الناس وتقضون اليوم الذي تأخر صيامكم فيه عن السعودية نعم يقول السائل إذا عاد المسافر إلى بلده بعد صلاة العصر وكان قد أفطر هذا اليوم فماذا عليه هل يمسك أم يبقى على فطره إذا عاد إلى بلده في أثناء النهار ولو ما بقي في النهار إلا نصف ساعة أو أقل أو عشر دقائق يمسك يمسك بقية اليوم قل أو كثر تأدبا مع الشهر واحتراما للشهر فلا يأكل وهو مقيم أو يفطر وهو مقيم لأن السفر انتهى فيعود إلى الصوم ولكن يقضي هذا اليوم فيما بعد لأنه لم يصمه كاملا وإنما صام بعضه نعم يقول السائل كثير من أقاربي لا يحضرون صلاة الجماعة ولا أعرف هل يصلون في بيوتهم أم لا وأنا أجالسهم من أجل تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الله تعالى فهل في هذا شيء؟ إذا كنت كما ذكرت أنك تجالسهم من أجل نصيحتهم وموعظتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل فأنت محسن واستمر على هذا وأما إذا كنت تجالسهم بدون أن تنكر عليهم وبدون أن تبين لهم خطأهم فهذا لا يجوز لك لا يجوز لك أن تجلس معهم وهم يضيعون الصلاة أو يتركون صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنها وهو يسمع النداء إلا إذا كان مريضا أو خائفا قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هذا حديث صريح في أدلة كثيرة على أنه لا يجوز للمسلم الذي يسمع النداء للصلاة أن يتأخر ولا يصلي مع الجماعة نعم يقول السائل أجد في قلب حب الرياء والعجب وحاولت أكثر من مرة طرد هذا الشيء ولم أتمكن فماذا أفعل هذا من الشيطان هذا وسواس يتركه واستمر في العبادة والطاعة ولا يؤثر عليك هذا الهاجس أو هذا الوسواس استعذ من الشيطان الرجيم واستمر في طاعة الله عز وجل ولا يضرك هذا نعم يقول السائل أبي بلغ من العمر ثمانين عاما ولم يستطع الصوم فهل أطعم له من كل يوم مسكين إذا كان لا يستطيع الصوم من أجل الكبر والهرم فهو يدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عنه عن كل يوم فقير نعم يقول السائل ما حكم من عليه قضاء بعض أيام رمضان فصام ثم أفطر في نهار رمضان هل عليه كفار أم لا نعم ما حكم من عليه قضاء بعض أيام رمضان فصام ثم أفطر في نهار رمضان يعني عمدا هل عليه كفار أم لا هذا السؤال متداخل هذا السؤال يتكون من شيئين الشيء الأول عليه قضاء من رمضان السابق ودخل عليه رمضان الجديد وهو لم يقضي فهذا كما سمعتم يقضي بعد رمضان ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين كفار عن التاخير والشق الثاني من السؤال أفطر في رمضان من غير عذر هذا يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده مع التوبة إلى الله عز وجل والندم والخوف من الله لأن التوبة لا تقبل إلا بثلاثة شروط الشرط الأول ترك الذنب والابتعاد عنه والثاني أن يعز من لا يعود إليه مدى حياته الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنب ويخاف من العقوبة نعم يقول السائل رجل مشرف على مدرسة خيرية وتأتيه أموال المتبرعين فهل يجوز له أن يجعل لنفسه راتبا وهل يجوز له أن يستثمر الأموال ويأخذ ربحها لا يجوز الأمران لا أن يأخذ لنفسه شيئا لأن هذا للمدرسة وللمتعلمين ولا يجوز له أن يستثمره ويأخذ أرباحه إذا استثمره الاستثمار المباح فإن أرباحه تكون للمدرسة تكون للمدرسة وليست له هو إنما هو فاعل خير ولا يأخذ شيئا لنفسه لا من التبرعات ولا من أرباحها إذا استثمرها إلا إذا جعل له أحد من المحسنين أعطاه شيئا وقال هذا لك في مقابل عملك فلا بس أما إذا دفعوا التبرعات للمدرسة فإنها تصرف للمدرسة ولا يأخذ منها شيئا نعم يقول السائل أعمل في شركة ومن العادة نعمل ثمان ساعات فمثلا إذا خرجت قبل نهاية الوقت علما بأنه أحيانا لا يكون لدينا عمل نعمله سوى القيل والقال نعم تبقى في مكان العمل تبقى في مكان العمل ولا تنصرف إلا بعد نهاية الدوام لأنه مطلوب منك الحضور ولو كان ما عندك عمل نطلوب منك الحضور لأنه ربما يطرى عمل يطرى شغل يطرى حاجة فتكون موجودا نعم يقول السائل أنا أحرمت من أبيار علي بالعمرة وأتممت الطواف والسعيد ولكن لم أحلق ولم أقصر فهل علي شيء عليك أن تعيد الملابس الإحرام إذا كنت لبست المخيط عليك أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت لأنك لم تنتهي من العمرة تعيدها ثم تحلق أو تقصر وليس عليك شيء لأنك تعذر بما صنعت النسيان أو بالجهل تعذر بذلك لكن لا بد من أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت لأن خلعك إياها خطأ قبل تمام العمرة وتحلق أو تقصر ثم بعد ذلك تتحلل من إحرامك نعم يقول السائل تزوج ابني من غير مشورتي فطرته من البيت فهل علي شيء ومع ذلك أني لا أقدر على النفق عليهما أخطأت في طرده من البيت لأنه لم يفعل منكرا وتزوج وقد أباح الله له هذا الشيء شرعه له فهو لم يعمل منكرا حتى تطرده من البيت غاية ما هو إنه أخطأ في حقك حيث لم يستشرك ولكن أن تسمح تعفو عنه ولا يستوجب هذا أن تطرده من البيت وأما النفقه إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليه لا يكلب الله نفسا إلا وسعها فهو يكتسب ويسعى لينفق على نفسه وعلى زوجته هو يطلب الرزق نعم إذا كان يقدر على ذلك نعم يقول السائل يستدل البعض على جواز سفر المرأة بلا محرم لطلب العلم الشرعي الواجب بهجرة الصحابيات بلا محرم من مكة إلى المدينة فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الاستدلال غير صحيح القياس غير صحيح سفر الهجرة ضروري هذا هذا ضرورة والضرورات تبيح المحظورات فسفر المرأة للهجرة للفرار بدينها من بلد الكفر هذه ضرورة يستسامح في عدم وجود المرأة محرم ولا يقاس عليها سفرها لطلب العلم بإمكانها أن تطلب العلم في بلدها وإذا لم يكن في بلدها طلب للعلم فيكفي أنها تتعلم أمور صلاتها تحفظ صورا من القرآن تحفظ أحكام الصلاة وما تحتاج إليه مبادي مبادي من العلم هذه ميسورة ولله الحمد ولو تقرأها في مختصرات أو في رسائل مختصرة وهي ميسورة وموجودة ولا حاجة إلى السفر وتسأل من حولها من أهل العلم ومن النساء المتعلمات ولا حاجة إلى السفر نعم يقول السائل هل الطواف أفضل أم صلاة التراويح مع أني معتمر تجمع بينهما أحسن صلي التراويح وتطوف بعد التراويح أو قبل التراويح تجمع بين الفضيلتين ولا تحرم نفسك من فضل صلاة التراويح أو من الطواف تجمع بين المصلحتين تصلي التراويح مع المسلمين وتطوف بالبيت بعد ذلك ما تيسر لك نعم يقول السائل امرأة ماتت وتركت مالا كي تحج به هل نفعل لها الحج أم لا يعني بهذا المال إذا كانت أوسط إذا كانت ما حجت حجة الإسلام إذا كانت ما حجت حجة الإسلام فيجب أن أن يناب عنها من يحج عنها ويعطى تكاليف الحج من مالها الذي خلفته بعد وفاتها لأن هذا واجب عليها أما إذا كانت قد حجت حجة الإسلام وأوصت لأن هذا المال يحج به عنها فليس لها فليس لها إلا الثلث هي ليس لها وصية إلا الثلث فإذا كان ثلث ما تركته من المال يمول الحج كاملا فإنه يجب أن يحج عنها وتنفيذ وصيتها أما إذا كان الثلث أقل من تكاليف الحج فلا ينفذ الحج إلا برضى الورثة إذا رضي الورثة بذلك فلا بس نعم يقول السائل إن والدي قد اختلط ماله بمال الربا فهل يحل لي أن آكل وأشرب في بيته وإذا لم يحل فهل غضبه علي لذلك فيه إثم علي وجزاكم الله خيرا يجوز الأكل من طعام الشخص الذي عنده مال حلال ومال حرام مختلط لا بس أن يوكل من طعامه لأنه لا يعلم إنه من الحرام لا يعلم إن هذا الطعام من الحرام ومدام لم يعلم فإنه يؤكل منه الأصل الحل والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام لأنه ليس كل أموالهم ليس كل أموالهم من الحرام عندهم شيء أموال من الحلال الرسل أكل منها عليه الصلاة والسلام ولم يسأل أما إذا كان مال الإنسان كله من الحرام كله من الحرام فلا يجوز الأكل من طعامه نعم يقول السائل أنا تاجر وأثناء قدوم إلى بلدي عن طريق الطائرة أتعرض أتعرض لمذايق من طرف الجمالك السؤال هل يجوز إعطاء مبلغ من المال مقابل إخراج البضاعة علما أنني لو لم أعطه قد قد تتعرض للأخذ هذا رشوة والرشوة لا تجوز الرشوة لا تجوز وإذا أعطيتهم أفسدتهم على الآخرين الذين لا يعطونهم فلا تفعل هذا الشيء ادفع الجمارك وخلص مالك بأن تدفع لهم جماركهم وهذا ظلم يكون عليهم إثمه وأما الرشوة فإنها لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية فأنت لو خلصت مالك ستفسدهم على الآخرين إما عطوهم فإنهم يضرونهم يضرون الآخرين نعم يقول السائل أنا معتكف وأخرج وأخرج لتناول الطعام في السكن القريب وأعود بسرعة لأنهم نعم أنا يقول أنا معتكف وأخرج لتناول الطعام في السكن القريب وأعود بسرعة لأنهم لا يسمحون بدخول الطعام إلى الحرم إذا كانوا لا يسمحون بدخول الطعام إلى الحرم لا مانع أنك تخرج وتأكل الطعام وترجع إلى معتكفك لأنك ما تستطيع ترك الطعام وهم لا يسمحون بدخوله فلا بس أنك تخرج وتأكل خارج الحرم وتعود للمعتكف نعم يقول وما حكم الاتصال بالهاتف لضرورة حجز السفر هل جائز بالنسبة للمعتكف لا بس إن المعتكف يكلم يكلم في الجوال لحاجته حجز السفر أو غير ذلك لا مانع من ذلك لأن هذا لا يفوت عليه وقتا كثيرا وهو بحاجة إليه أنا بس بذلك إن شاء الله نعم يقول ما صحة هذا من صلى خلف الإمام أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام هل تكتب له براء من النار حديث هذا ما هو صحيح نص أهل العلم على أنه حديث غير صحيح ولا يصح الاستدلال به نعم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يصلي خارج الحرم ولا يرى الصفوف متصلة التي أمامه وجزاكم الله خير هذا لا يجوز إن الإنسان يصلي خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره لا يجوز له يصلي خارج المسجد إلا إذا امتلأ الداخل واتصلت الصفوف للخارج وكانوا يرون الإمام أو يرون من خلفه من باب أو من نوافذ اتصلت الصفوف ينبغي معرفة هذا الحكم إذا امتلأ الداخل واتصلت الصفوف للخارج وكانوا الذين في الخارج يرون الإمام أو يرون من خلفه من الصفوف حتى يقتدوا حتى يقتدوا بالإمام ألا باس بذلك نعم يقول السائل هل تنظيف الأسنان بالمعجونات في صباح رمضان أو في النهار يبطل الصيام لا يبطل الصيام استعمال المعجون في الفم لا باس به للصائم ولكن يلفظ ما تحلل منه في فمه لا يبتلعه يلفظه ويدفله نعم يقول السائل هل صح أن بعض الصحابة استمر في صحوره أو تصحر بعد الفجر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا من ذلك والآية الصريحة الآية الكريمة صريحة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى يؤذن على الصبح لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت نعم فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر نعم يقول السائل بالنسبة لطواف التطوع هل لا بد أن يكون هل لا بد أن يكون سبعة أشواط أم أنه يصح أن يكون أقل من ذلك أو أكثر وهل يشرع تكراره أكثر من مرة في اليوم لا يصح الطواف سواء كان فرضا أو تطوعا إلا سبعة أشواط لأن الله شرعه سبعة أشواط النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط وقال خذوا عني مناسككم كما أن الصلاة لو صليت ركعه فقط لا بد تصلي ركعتين الصلاة الليل والنهار مثنى مثنى فلا بد أنك تكمل العدد والطواف لا يصح إلا من السبعة فإن طاف أقل من سبعة لم يصح طوافه لا فرضا ولا ولا نفلا ولا بأس إنه كرر الطواف في اليوم أكثر من مرة هذا شيء طيب لأنه عبادة وفيه أجر إذا كرره فإن هذا زيادة أجر وزيادة خير نعم يقول السائل هل أصلي الفجر بعد طلوع الشمس إذا فاتني نعم هل أصلي الفجر بعد طلوع الشمس إذا فاتني إذا فاتك الفجر لعذر خارج عن استطاعتك عذر خارج عن استطاعتك فإذا زال العذر تبادر بالصلاة تبادر بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري فيصليها في الحال ولا يؤخرها ولو عند طلوع الشمس أو عند غروبها لا يؤخرها إذا زال عذره يبادر بقضائها وفعلها نعم وليس القضاء ليس له وقت نهي القضاء ليس له وقت نهي صليها في أي وقت ويبادر بذلك نعم ترجمة نانسي قنقر